اهلا بكم الى تفاصيل خبر حياة جميع اليمنيين في مناطق سيطرة الارهاب الحوثي المسلح باتت تحت مظلة وتحت مقصلة الموت حيث توزع الميليشيا التهم الجاهز على كل من لا ينتمون الى سلالتها ومسيرتها الشيطانية نتابع ليس سوى الموت هو ما يطقى على المشهد في نطاق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية التي تحكم قبضتها على الكتلة السكانية الاكبر في اليمن كارهاء ودروع بشرية تحت الاستباحة الشاملة وبين فينة واخرى تشهر الميليشيات قائرات اعدامات سياسية في محاكمات سورية او من دونها بهدف ترويع المجتمع بارهاب الجريمة الرجعية التي تعيد الى الذاكرة مذابح سيفا والشاح في عهد الطاقود احمد حميد الدين ولا يقتصر خطر الاعدامات الميدانية التي ارتكبت الميليشيات في 2020 مذبحتها الجماعية الاولى على منهم داخل السجون الحديدية فجميع من يعيش خارجها محروم من الحرية وكل مكان تحت سيطرة الحوثيين هو محتقل وتسود مخاوف من اقدام الميليشيات على حملات اختطافات وجرائم اخفاء القصري بالتهمة المعلبة ذاتها التي زجت بها بالآلاف من الضحايا المدنيين في السجون السيئة السمعة وذلك بعد ان استدعت الميليشيات حبر وحدة العمليات التنسيقية العدوان الاسرائيلي التخدمي على ميناء الحديدة والذي يمنحها سوقا مزدهرا من تعليب تهم مزعومة بالعمالة مع العدوان وبأكثر مما كانت عليه شماعة تحالف دعم الشرعية وحيث الفوضى وارتفاع معدلات الجرائم في مناطق سيطرة الحوثي وسيادة شرعية الغاب تحاول الميليشيات التقمص بجبة القاضي لتحويل المحاكمة الملغى بقرار مجلس القضاء الأعلى إلى مشانق للموت المبارك بصمت المبعوث الأممي شكرا للزملاء على هذا التقرير وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال المرئي الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان الزميل عصام بالغيث أهلا بك عصام بالغيث عصام يعني نحن أمام مذبحة مذبحة من الإرهاب الحوثي تستهدف مختطفين لا يزال هناك سبعين مختطفا يواجهون خطر الإعدام بعد أن حكم عليهم الحوثيون بتهم كيدية من بين مئة وخمسة واربعين مختطفا تم إعدام تسعة إلى ماذا يجسد هذا السعار الحوثي تجاه المختطفين وهذه القرارات وسكوك الموت التي توزعها الحوثية على مختطفين تم اختطافهم من منازلهم ومقر أعمالهم في البداية أسعد الله مساءك زميل العزيز الأستاذ محمد وجميع طاقم قناة سهيل الفضائية وكذلك التحية لجميع السادة المشاهدين لقناة سهيل التحية الأبطال بخصوص ما يتعلق بالمختطفين والمحاكمات الجائرة التي تنتهجها جماعة الحوثي يجب أن نعلم أن الجماعة تعتبر ملف المختطفين هو ملفا استراتيجيا أعلن عنه الهالك الصماد منذ العام 2013 عندما أسماها نعم أسماها عندما أسماها بالخيارات الاكتصال الاستراتيجية هذا الأمر تسبب منذ إعلانه في اتهاج خطة حوثية للهجوم على المدنيين أنا أسمع صوت لا أدري ما هذا الصوت تفضل تفضل أسمعك طيب بعد هذا القرار انتهجت الجماعة واعتمدت خيار المختطفين باعتباره هدفا استراتيجيا تستطيع من خلاله التحقيق أهداف سياسية تحعل الضغط على كافة الأطراف وبالفعل نجحت جماعة الحوثي وشنت حملتها الواسعة مستهدفة تيارات سياسية بعينها ثم بعد ذلك ألحقت بقية التيارات في العام 2017 امتلأت السجون بالمختطفين بحيث تمارس جماعة الحوثي فضغطها على كل الأطراف المنضوية تحت جناحة شرعية لتحقيق أهداف سياسية لمنع تقدم القوات الحكومية هناك كذلك أهداف أخرى من اختطاف مثلا الصحبيين أنا وزملائي عندما خطفنا في العام 2015 وكانت الهدف منها كذلك إرسال رسائل إلى كل الصحبيين وناشطي حقوق الإنسان بأن هذا المصير سيكون هو مصيركم حاولت جماعة الحوثي أن تخرج أخبار التعذيب وكانت تخرج للأسف الشديد أخبار التعذيب وتنشر الإشاعات بأننا قتلنا في داخل السجن لأهالينا بهدف بث الرعب لأنها تعرف أنها والصحبيين سيتم تداول قضيتهم في وسائل الإعلام من أجل إرسال رسائل إلى كل الصحبيين من الذين ما زالوا متبقين في مناطق سيطرتها بأن هذا هو المصير لأي صحفي يخالف الجماعة الحوثي ويرفض كشف جرائمها للشعب اليمني وللعالم أجمع هذه القرارات التي اتخذت للأسف الشديد هي تهدف كذلك إلى زيادة الضغط جماعة الحوثي تستهدف من خلال الإعدام من خلال قرارات الإعدام إلى إرهاب إلى إرهاب الشعب اليمني وبث الرعب في نفسياتي بحيث لا يقوم بأي عمليات بحيث لا يقوم بأي عمليات يستطيع من خلال من خلال أي عمليات مضادة لجماعة الحوثي مثلا ثورة القياع أو غيرها بأن أي يتحرك من قبل اليمنيين سيعتبر خيانة كما يسموها هم لجماعتهم وسيئهم عبد الملك الحوثي فبالتالي قرارات الإعدام هي من حيث القانون قانونيا هي تعتبر صادرة عن محكمة غير شرعية لأنها أصلا تمثل جماعة إرهابية ثانيا هذه المحاكمة التي تقوم وإصدار القرارات هي تنابئة من ما تسمى المحاكمة الثورية التي لا يصح استخدامها ضد الأطراف السياسية للأسف الشديد وهي أصلا مخالفة لانتهاك القانون الهدف كذلك وكما أوضحت أنا في تغريدة سابقة على تويتر عندما كنا في سجول الحوثي التقينا بقاضي المحكمة الجزائية المتخصة أو قاضي النيابة نعم قبل قاضي المحكمة فسألتهك لماذا يتم المحاكمتنا بعد أربع سنوات من الاختطاف فأجاب بقول واضح وصريح الهدف هو أن أصحابكم أي يكسد القوات الشرعية التي كانت تتحرك من مأرب والقوات الشرعية والحكومة بأنهم تأخروا إذن الحوثية تستخدم المختطفين يتأخروا بمعنى أن لم يتم القبول بالصفقة التي يريدها الحوثي فتخيل أن يتم استخدامنا واستصدار حكام القضاء واستخدام القضاء من أجل تقوية الموقف الحوثي بأنه ما لم تستجيبوا لهذه الصفقة وتخرجوا عن نريد من الشخصيات العسكرية فإنه سيتم محاكمتنا وإعدامنا عبر القضاء هذه جريمة بحق القانون حصلت لي شخصيا وللزملاء وسمعتها من فم القاضي نحن أيضا تتبعنا هذه الجريمة وتداعياتها ولكن الحوثية مثلا تستخدم المختطفين تستخدمهم رهائن وتستخدمهم مادة للابتزاز لكن الغريب في الأمر يعني لماذا لم نرى رد فعل دولي حقوقي إنساني تجاه هذه المذبحة رأينا أيضا فعلا دوليا وأمميا وحقوقيا تجاه اختطاف الموظفين الأمميين لكننا نرى مذبحة مائة وخمسة وأربعون مختطفا مهددون بقرارات الإعدام الحوثية يعني ولم نرى أي فعل أو رد فعل يعني قرارات بنك مركزي جعلت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يتحركون لخفض التصعيد ماذا عن انتهاك كرامة الإنسان اليمني وتهديد حياته زميلة العزيزة المعروف بأن مكتب المبعوث الأممي في اليمن يمارس دورا مشبوها وهذا أصبح واضحا للجميع والدليل ما حصل مؤخرا وإضافة إلى الأدلة السابقة عندما أصدر بنك المركزي قراراته من أجل أولا ممارسة الحق القانوني في تنظيم السيرة العملية الاقتصادية في اليمن تدخل المبعوث الأممي ستدخلا عاديا وإنما كانت تدخلا عن وقاعها لغة بعيدة عن الدبلوماسية وهذا ما تريمانيون في وسائل إعلامهم وسواء في المرئية وغيرها وفي وسائل التواصل معي كانت اللغة لغة لا تعبر عن دبلوماسية لا تعبر عن مكتب مهمته تقتصر في سر النقاشات وتسيير الحوارات بين الحكومين والحوثيين تجد هذه النقطة بالتخاطب مع مجلس القيادة بلغة تنم عن مسئولية أو تنم عن إدارة لمجلس القيادة للأسف الشديد وهذا خطأ دبلوماسي فاده لو كان هذا الأمر حصل في دولة أخرى كما حصل مثلا في السودان لا تم طرده ورفض عمله لكن للأسف الشديد هناك مخالفة صريحة من قبل مكتب المبعوث في تدخلاته ثانيا خاطب البنك المركزي بشكل مباشر في رسالته هناك نسخة موجهة للبنك المركزي بصفته من يخاطب البنك المركزي هذا خطأ كبير جدا لكن عندما يتعلق الأمر بموضوع المختطفين الذين ستذهب حياتهم للأسف الشديد هادرا نظرا للحماكات العوثية لماذا لا يتدخل المبعوث الأممي بشكل صريح وواضح ويطالب جماعة الحوثي بالإبراج عنهم هذا يدل دليل واضح على ما نتحدث عنه بأن المكتب مبعوث الأممي في اليمن يمارس دورا مشبوها هو وكهفة موضفين كان هناك محين شريم تم استبداله بصرحة فتاح صرحة فتاح الآن يواصل نفس دور نائب المبعوث الأممي السابق في تمييع ملف المختطفين الذي المتهم الأول فيه هو المبعوث ثم نائبه محين شريم ثم الآن نائبه الجديد صرحة فتاح بمعنى أن هؤلاء الشخصيات التي يتم انتقاؤهم ربما بعناية مكلفون بتمييع القضايا الإنسانية في اليمن استغلاله لصالح تقدم لوقف تقدم الحكومة الشرعية كذلك لصالح الابتزاز الدولي ونهب الأنموال التي قدرت الآن بعشرات المليارات تتم منظمات الأمم المتحدة ولا يستفيد منها الشعب اليمني إلا الفتاح نعم تسمعني يا زميل عصام بالغيث الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان كنت معنا شكرا جزيلا لك وفي ذات السياق مشاهدين الكرام سألنا الشارع اليمني عن المحاكم الحوثية التي توزع سكوك الموت وقرارات الإعدام على المختطفين في سجونها دعونا نرى عين من هذا الرأي نطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه الميليشيات وخصوصا منظمة العفو الدولية المعنية بذلك بالضغط على ميليشيات الأرهاب الحوثية للإفراج الفوري عن المختطفين كونهم مختطفين مدنيين أخذتهم من الشوارع وهذا واجب على كل المجتمع وهذا واجب على كل سياسي أن ينقذ هؤلاء المختطفين فبعضهم قد أخذ أكثر من عشر سنوات وبعضهم أكثر من ثمان سنوات ولهذه اللحظة تقوم ميليشيات الحوثي ما تزال ميليشيات الحوثي تمارس الأختطاف ضد المدنيين في مناطق سيطرتها من ينقذ هؤلاء ومن يقوم بإنقاذ هؤلاء الذين يعانون في السجون منذ سنوات جماعة الحوثي لا تختلف بتاتا عن جماعة أو الكيان الصهيوني فهي تمارس شتى أنواع التعذيب على أسرانا والمختطفين فنجد كثير عدد شباب من المختطفين الذين كانوا لدينا مسبقا عند جماعة الحوثي ثم يأتوا إلينا مكسرين منهكين يعني قد أنهكتهم ضربات الحوثي من كهرباء من شتى أنواع التعذيب هي ليست الأولى ولا الأخيرة هذه آلاف ما جرت لليمنيين الحوثيون وهم الآن في مناطق سيطرتهم يمارسون الضغط على المواطنين وأيضا يختطفون المواطنين من بيوتهم ومن الشوارع وأيضا من أعمالهم ويدخلونهم السجون ويلفقون لهم آلاف التهم كبقية المختطفين السابقين ومن آجل الضغط والابتزاز عليهم إدفع مقابل أن تخرج وهكذا هو سيناريو الحوثي قراءة إدام الحوثي بحق المختطفين هي باطلة من الأساس لأنها صادرة عن سلطة غير شرعية سلطة إنقلابية هذه هي سلطة الحوثي وما جرأهم على هذه القرارات وأمثالها من الجرائم السابقة إلا صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وإلا لو كان هناك أي ضغط عليهم لما تجرأوا على مثل هذه القرارات وإن استمر الصمت فستستمر الجرائم إلى ما لا نهاية وما حدث فيه رداع وجريمة أبناء تهامها التسعة أني خير شاهد وخير دريء فلنعرف ولنوقن بأنه إذا استمر الصمت فستتم تنفيذ قرارات الأعداء نتكلم عن المختفين تحت وطأ العصابة الكهنوتية الحوثية والذين يتعرضون إلى الموت وتعرضون إلى التعديب القسدي وندعو المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بأن يضغطوا على هذه العصابة الكهنوتية الباغية بالإفراج عن ذلك المختفين كل ما يقوم به المليشيات العوثية بإخواننا من مشايخ علماء ودكاتر وطلاب في صنع وفي جميع المحافظة المحتلة ما يقوم بتعديبهم وتشريدهم والحبس والتعديب وحتى الموت وقد لاحظنا عدة نماذج لا يتم إخراجهم إلا إلى المقبرة طوالي أو المستشفى والعناية المركزة وهذا ما يدل على وحشيتهم وعلى أنهم يتعاملون أعظم ما يتعامل به الإسرائيلي ومع أخواننا في فلسطين وهذا يدل على أيش الحسد والحقد التي في قلوبهم الذي يكونونه للشعب اليمني وإلى الأمة الإسلامية والعربية كانت هذه عينا من آراء اليمنيين حول محاكم التفتيش الحوثية وصكوك الموت التي توزعها على المختطفين في سجونها من تفاصيل خبر إلى وسم اليمن أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نافذة وسم اليمن التي نرصد لكم فيها أبرز تفاعلات اليمنين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا والأحداث والمواقف في فقرة وسم اليمن نرصد أهم وأبرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنيين في منصة X وبقية المنصات حيث كان وسم اليمن الأبرز المحاكمات الحوثية تصفية للخصوم حيث كتب ناشطون وسياسيون وصحفيون على منصة X تحت هاشتاغ المحاكمات الحوثية تصفية للخصوم منددين بالجرائم المستمرة بحق المختطفين في سجون الميليشيا وقرارات الاعدام التي لا تتوقف للعمل على تصفية نخب اليمن التي وقفت في وجه الإرهاب الحوثي والبداية من وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني حيث كتب في وسم اليمن قائلا في هاشتاغ المحاكمات الحوثية تصفية للخصوم يقول تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران جرائمها وانتهاكاتها بحق المختطفين والمغفين قسرا في معتقلاتها غير القانونية حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإصدار أوامر بإعدام المئات منهم في محاولة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعهم من رفع صوتهم تنديدا بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة أما الأستاذ العلوم السياسية دكتور عبدالخالق السمدة فقد كتب أيضا تغريدة يقول فيها قرارات الإعدام الحوثية ضد المختطفين العزل لديها تبرهن أن هذه الجماعة متجردة من كل القيم الدينية والأخلاق الإنسانية وناكثة لكل العهود والمواثيق ومتنكرة لكل شرائع الأرض والسماء وأن السلام معها سراب في سراب الصحفي رشاد الشرعبي أيضا كتب تغريدة يقول تسر الميليشيا الحوثية الإرهابية على الاستمرار في تصفية خصومي السياسيين عبر نصب محاكمات موجهة من قبلها واستخدام القضاء لإصدار قرارات بالإعدام نفذت بعضها ولا زال هناك مئات القرارات ومئات الأشخاص بالانتظار مدرجة أسماؤهم في كشوفات المحكمة الحوثية أما الناشط نايف عيضا العماد فقد كتب أيضا قائلا أحكام الإعدام للصحفيين تظهر الطبيعة القمعية المنهجية للحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم في استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقضة أبو نايف الجماعي كتب تغريدة إحصائية يقول لا يزال سبعون مختطفا مدنيا يواجهون خطر الإعدام بعد أن حكم عليهم الحوثيون بتهم كيدية من بينهم مئة وخمسة وأربعون مختطفا تم إعدام تسعة بينما تم تبادل ستة وعشرين به صفقات مختلفة اثنى عشر صدر بحقهم إعدام بعد الإفراج عنهم وخمسة وعشرون حكم عليهم غيابيا وحتى الموتى لم يسلموا من أحكام الإعدام مالك ترابة قال في تغريدة له تحت هاشتاغ محاكم حوثية لتصفية الخصوم قال لم تتوقف ميليشيا الحوثي الإرهابية عند اختطاف اليمنين وإخفائهم وتعذيبهم لتسع سنوات وإنما تشهر سلاح الإعدامات لمحاولة إرهاب المجتمع وإخضاعه لفكرها العنصري ومشروعها الإرهابي هنا سبعون مختطفا في سجونها مهددون بالتصفية بقرارات الإعدام أما الناشط إبراهيم عبدالقادر فقد كتب أيضا تغريدة يقول المحاكمات الحوثية تصفية للخصوم لكنها ليست جديدة ولن تتوقف طالما وجماعة الحوثي تمتلك القرار والسلطة والثروة وطالما وهي هذه العصابة تشعر بالحد الأدنى من الأمان أما الصحفي والناشط إبراهيم عسقين فقد كتب أيضا تغريدة في وسم المحاكمات إذن عبدالولي الخولاني كتب تغريدة يقول أوامر الإعدام الحوثية بحق المختطفين الأبرياء تؤسس لحروب أهلية قادمة ستشمل كل مدينة وقرية في اليمن أما أيضا إبراهيم عسقين فقد كتب تغريدة على هاشتاج الحملة يقول يجب أن تدرك الميليشيا الحوثية أن الإقدام على أي حماقة في قتل المختطفين وتكرار جريمة أبناء الحديدة لن تمر وأن العقاب سيطال أعضاء النيابة والقضاء والمساعدين ومن يقوم بالتنفيذ لأن المحكمة لا تمتلك أي شرعية لإصدار الأحكام وهي جريمة قتل عمد الوكيل وزارة العدل المحامي فيصل المجيد يتحدث عن معايير الحوثية يقول معايير الحق في الحياة عند الإرهاب عبد الملك الحوثي مرتبطة بما يعتبره حقه في الولاية واستعباد الناس فكل من يرفض عنصريته واستعلاءه يكون مصيره الموت فأنت أمام عبد الملك إما تحت الأرض رافضا لحكمه أو فوق الأرض مستعبدا لسطوته وكيل محافظة صنعاء عبد الكريم ثعيل أيضا كتب تغريدة يقول لا شرعية لمحاكمات تشرف عليها قيادات ميليشاوية ضالعة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الصحفي صدام المدني كتب تغريدة في هاشتاق المحاكمات الحوثية تصفية للخصوم يقول تثبت ميليشاوية الحوث الإرهابية كل يوم أن سفك دماء اليمني عندها أسهل من شربة الماء ولا يردعها قانون ولا قيم ولا أخلاق الصحفي محمد الصالح أيضا يقول في تغريدة له لقد كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الميليشا الحوثية فور سيطرتها على البلاد أن عملت على إعادة صياغة النظام القضائي بما يضمن تحقيق سطوتها على الناس وضمان إنفاذ إرادتها الظالمة وها هي تطلق أحكاما بالإعدام حسب مزاجها الميليشاوي الدكتور صالح حسن سمي أستاذ القانون الدولي في جامعة الصنعاء يقول من ضمن جرائم الحوثي الحكم بالإعدام على صغير فارع وعبد العزيز العقيل وإسماعيل أبو الغيث من أبناء مديرية ملحان بحجة من أبناء مديرية ملحان بحجة قتلهم لأحد قياداتهم لأحد قياداتهم بلا دليل سوى تعذيبهم تعذيبا لا يحتمله أي إنسان أي إنسان بشهادة من خرج من سجون الميليشا الحوثية الإيرانية يا حوثي عدل الله قريب فانتظر أما الصحفي المحرر من سجون الميليشا الحوثية هشام اليوسفي فقد كتب تغريدة قائلا كل الأحكام كل أحكام الإعدام التي أطلقتها الميليشا الحوثية على مواطنين يمنيين هي باطلة لأنها آتيا ابتداءا من سلطة غير شرعية ومن وسم اليمن إلى حكاية بوسط أهلا بكم إلى حكاية بوسط فقرة ننقب فيها عن أكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حضيت بردود أفعال كبيرة وأثرت جدلا في الأوساط اليمنية حكاية بوسط لهذا اليوم عن فيديو نشره الناشط راشد معروف الذي يوثق وصول باكستانيين إلى العاصمة المختطفة صنعاء وطبعا عن وصول الباكستانيين إلى العاصمة المختطفة صنعاء وهو ما يعيدنا إلى التصريحات التي أعلنها وزير الشؤون الدينية في باكستان عن اختفاء خمسين ألف باكستاني في العراق والذي يشير الأمر إلى تجنيدهم من قبل إيران وأدواتها الطائفية وتوزيعهم على سوريا ولبنان والعراق واليمن لصناع جيش طائفي يقوض الأمن القومي العربي ويصنع الإرهاب والجريم والفوضى وما يؤكد ذلك احتفاء الحوثيين بوصول باكستاني إلى صنعاء وإجراء مقابلة معه في قناتهم دعونا نتابع هذا الفيديو حافل في بيجان السبعين وحتى هناك بعض الأخوة من باكستان يمكن أن نبدأ أن نستطلع معهم هذا الحضور ما الذي دعاك للحضور اليوم إلى هنا؟ السلام عليكم كيف حالك؟ زين أنت جمني قول الله الحمد للهنا جمني قول الله الحمد للهنا جمني أنا باكستاني أنا قول الله الحمد لله لكن أنت ما في سيب سيب أنت الآن كل دنیا قول الله نعريد جمني أنا في جمني والمش داخل جوال آآ جمان دواش سوا شوا جهود في جنجال إذراب إسرائيل محرقا كل دنیا في فقر محرقا سوپر باور أي مكان أنا خبر هذا كل عرب كل مسلم ما في غلية عرب كل مسلم كل محرقا مسلم أنا خبر هذا أمركا سوپر باور برطانيا سوپر باور وبعد هذا إسرائيل سوپر باور طيب طيب ما في قولنا الله أكبر الله أكبر بعد هذا ويش هذا هنا هذا أمريكا هنا إسرائيل هنا والله كله مسلم إذن هذه التغريدة تفاعل معها يمنيون وعرب وحظيت بأكثر من مليون واربعمائة ألف مشاهدة بالإضافة إلى مئات الردود على منصة إكس حيث رد صادق عبد الرزاق العامري مستنكرا فتح مطار صنعالي ميليشي الحوثي قائلا الزوار الباكستانيين سيتم نقلهم إلى اليمن شكرا للمجلس الرئاسي الذي فتح لهم المطار باعتبار أن اليمن جبهة الحرس الثوري الإيراني الساخنة حاليا أما رد فيما كان رد سعد البقمي محذرا من مخاطر أدوات إيران الطائفية وأهدافها الإرهابية قائلا في هذه التغريدة يقول تحذير خطة الرافضة تسري كالنار في الهشيم بالدول التي تعاني من حروب بدعم من بريطانيا وأمريكا تغيير ديمغرافي سكاني في طبيعة ونسب سكان دولنا العربية خلخلت تركيبة السكان وإضعاف اللحمة والترابط المنسق قبليا بدولنا العربية تعزيز ودعم دور الأقليات لكي تتمكن من إفساد النسيج المجتمعي هذا كان رد البقمي أما تمام فقد أيضا سخر من ادعاءات الحوث الكاذبة بالوطنية والسيادة قائلا تمام الحوثي يدعي الوطنية الحوثي يدعي الوطنية ويرفض أي تدخل أجنبي وها هو اليوم يصل صنعاء الألف من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة أما رد عوض الوادعي فقد جاء محذرا من التغيير الديمغرافي الذي يسانده تواطئ غربي عوض الوادعي يقول التغيير الديمغرافي الشيعي الفارسي اللي صار في العراق ولبنان يصير في سوريا واليمن بتواطئ من الغرب هذا أكبر من كارثة التتار على المسلمين أما في الرد الآخر فكان من سيريا ليبيريا في رده يقول حكومة العراق تعمل بهدوء مع أسيادها في إيران ونظام الأسد على إسقاط وتدمير جميع الدول العربية والمجتمع الدولي يبارك ويراقب بصمت في حين كان رد محمد أحمد قائلا في رده هذه نتائج فتح رحلات مطار صنعاء المحتلة ووصول عشر ألف باكستاني شيعي إلى صنعاء أما كيان فقد أصر كيان الذئب هكذا يسمي نفسه يقول لماذا لمثل هذا أرادوا رحلات باتجاه الهند ولبنان والأردن من شان يفوجوهم لليمن في حين كان رد القديم الجديد هكذا يسمي نفسه موضح أن العديد يؤكد تجنيدهم من قبل إيران لزعزعة الاستقرار في باكستان يقول خمسون ألف باكستاني شيعي ذهبوا للعراق إذا كان الخبر صحيح فهذا يعني أن إيران تجهزهم وتدربهم ثم ترسلهم ثانية إلى باكستان وافغانستان لزعزعة الاستقرار هناك وهذه هي استراتيجية إيران بالطوائف الشيعية من الدول الأخرى لهذا إذا أرادت دول المنطقة الاستقرار عليها إزالة نظام ملال إيران من الوجود نقطة بما قاله فهد حيث دعا إلى تشكيل قوة سنية لمواجهة الإرهاب الطائفي الإيراني قائلا فهد أتمنى من الدول العربية والإسلامية تشكيل ألويات سنية مشتركة وإدخالها في سوريا والعراق ولبنان واليمن إذن كان هذا في هذا السياق الذي استعرضنا فيه الفيديو الذي ظهر باكستاني في ميدان السبعين يحتفي به الحوثيون وهو مرتبط ارتباطا كبيرا بالإعلان الذي أعلنه وزير الشؤون الدينية والإسلامية في باكستان عن اختفاء خمسين ألف باكستاني في العراق وهو ما يفسر توزيع إيران لهؤلاء الشيعة الطائفيين المقاتلين على بلدان تحتلها أدواتها الإرهابية مرحبا بكم في وصل صوتك هذه النافذة التي نمنح الجميع فرصة للتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا الحوثيون الذين حاربوا الأجانب المسالمين في دماج بصعدة يستقدمون الآن الأجانب المقاتلين والميليشيات الطائفية من كل مكان فيديو تحدث فيه الصحفي والزميل محمد الأحمدي دعونا نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرت الذرائع التي كانت الجماعة الحوثية تستخدمها في حربها على دماج في صعدة لما كانت تقول أنه إخراج الأجانب الموجودين في دماج في مركز الحديث دار الحديث بالأمس شاهدت فيديو لباكستاني في صنعاء يبدو أنه من الميليشيات الطائفية التابعة لإيران استقدمته ميليشي الحوثي لا أحد يعرف كم عدد الأجانب الموجودين في صفوف جماعة الحوثي من الميليشيات الطائفية في العالم قبلها بفترة شاهدنا المعارض الشيعي السعودي علي هاشم في صنعاء ويهدد ويتوعد اليمنيين وهو من العناصر الميليشيوية التي استقدمتها الجماعة الحوثية قبلها بفترة شاهدنا تسريب مصور لعنصر من حزب الله يوجه أبو علي الحاكم ومجموعة من قيادة الحوثيين داخل خيمة ويتكلم كان عن ميناء الحديدة أخيرا طائرات الرحلات للخطوط الجوية اليمنية الخاضعة على ميليشي الحوثيين إلى بيروت لا أحد يعرف كم تقل هذه الطائرات أو هذه الرحلات من العناصر الميليشي الحوثية بين الفينة والأخرى تعلن عن تشييع قتلى في صفوفها من الأفارقة إذن نحن أمام جماعة مخاتلة تتمتع بقدر هائل من الكذب والتضليل تمارس الخديعة بشكل فج كل هذا وما زال الناس أحيانا يفقدون القدرة على استذكار المحطات السابقة لجماعة الحوثيين يعني كما قلت لكم عندما كنا نتحدث لناس أيام حروب الحوثي ضد السلفيين في دمهاك نقول لهم أن هناك دولة يعني على الأقل الطلاب الأجانب الموجودين في دمهاك جاءوا إلى هذا المكان بفياز رسمية بتحت إشراف الدولة اليمنية اليوم لا توجد دولة يمنية توجد عصابة تحكم في البلد وتستقدم من تشاء من المقاتلين لقتل اليمنيين ومع ذلك لا أحد اليوم يعتذر على الأقل عن مواقفه التي كانت متماهية مع جماعة الحوثيين فيما يتعلق بحربها على دمهاك والتي كانت البداية لحروب طويلة وممتدة ومتناسلة شنتها من الشرحوثيين على اليمن وعلى اليمنيين تحية لكم شكرا للزميل محمد الأحمد الذي تحدث بالتفصيل عن هذه الجماعة التي تكذب كما تتنفس وأنها خطر جسيم ليس على اليمن وحسب بل على المنطقة أجمع إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برامج ستوديو سهيل في أمان الله اشتركوا في القناة